الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن نعرف فتواكم في أمر مهم قبل سنة وثلاثة أشهر حصل لي أمر مع أحد الفتيات والأمر هو أنها بدأت بالسب ثم رددت عليها بالسب وانتهى الخلاف بالمقاطعة المهم يا شيخ أنني من تلك اللحظة لساني لا يكلمها مثل قبل ومنذ تلك اللحظة وهي تؤذيني من سبب أو بدون سبب وهي إنسانة لسانها كثير الشتم للناس فهل يجوز لي مقاطعتها علماً بأنني قرأت فتوى لأحد المسايخ أنه يقول يجوز مقاطعة الأخ الذي يأتي منه أذن لصاحبه وأخيراً أحب أن أقول إنني أرد السلام عليها هذه المرأة أظنها أختك ولكن لسانها سليط وأنت ليست عندك النفسية التي تحتمل صلاة لسانها وتسأل هل يجوز لك مقاطعتها وهجرها الجواب لا يجوز لك ذلك بل الواجب عليك مواصلة دعوتها ومواصلة نصحها ووعظها ووصلها لأن قطعاً الإنسان أرحامه أمرٌ محرمٌ شرعاً فقطيعة الرحم أمرٌ محرمٌ شرعاً حتى وإن لم يقم أقاربك وأرحامك بالواجب عليهم تجاهك فكونهم يقصرون في حقك عليهم فلا يسوِّغ لك ذلك أن تقصر في حقك حقهم عليك فإذا نسو حق الله فيك فلا تنس حق الله عز وجل فيهم وأبشر بنصيرٍ وظهيرٍ من الله عز وجل لك ما دمت صابراً محتسباً عافاً كافاً لسانك عن السباب والشتائم فقد جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابةً أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرًا ما كنت على ذلك فأنا أوصيك بالصفح والعفو عنها والصبر على سلاطتها ودعوتها بالمعروف والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والموعرة الحسنة وأن تكثر من الدعاء لها بالصلاح وأن تحاول أن تذهب ما بينكما من أسباب الخلاف فإنها أختك فعليك أن تبرها وأن تحسن إليها فأن تعضدها بعد الله وأن تسندها بعد الله والمرأة ضعيفة الدين وضعيفة العقل يعني ناقصة العقل وناقصة الدين كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فعليك أن تحتملها وأن لا ترفع صوتك عليها وأن لا تبادلها السب بالسب والشتم بالشتم فإنها أختك بنت أمك وأبيك فعليك أن تحسن إليها وأن تصبر عليها وأن تحتسب الأجر في العفو والصفح عنها وأن لا تقابل السيئة منها بالسيئة منك بل تقابلها بالحسنة فالدراء السيئة بالحسنة حتى يرفع الله عز وجل لك الدرجة ويغفر لك الزل ويعاملك بكرمه وجوده وفضله فإن الراحمين يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويقول الله عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى ويقول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالواجب عليكم كإخوة أن تتآلفوا وأن تتناصحوا وأن تتواددوا وأن تتقارب قلوبكم وأن تتعافوا عما يصدروا على بعضكم البعض من الأخطاء وأن تفتحوا الصفحة بيضاء ملؤها المودة وملؤها التقدير وملؤها الاحترام فلا ينبغي أن تحكموا الشيطان بينكم وأن تبادلوا السب بالسب والشتاء بالشتاء فإن هذا يرضي الشيطان ويغذب الرحمن فعليك أن تسد هذا الباب بالصبر وكف اللسان عن الشتائم فإن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء وينبغي أن تكون البيوت الإسلامية مبنية على كمال المحبة والرحمة والتقدير والتضحية والاحترام المتبادل فيما بين أفرادها حتى ينشأ أفرادها نشأة صحيحة طيبة وإذا أكثرت عليك السباب والشتائم فإذا كان والدك موجودا أو أمك موجودة أو أحد أعمامك مثلا موجودة أو أحد أخوالك موجودة مثلا فلا بأس أن ترفع الأمر إلى أحد العقلاء من أقاربكم لعلهم يتدخلون في الصلح بينكما وإزالة أسباب الخلاف بينكما وأما أن تبقى تتبادلان السب بالسب والشتم بالشتم فإن هذا ليس من طبع المسلم فينبغي كف اللسان عن مثل هذا الكلام واستبداله بالكلام الطيب والدعوة إلى الخير والتذكير الطيب ويعني تذكيرها بعظم مغبة هذه الألفاظ السيئة فمثل هذه الكلمات لا ينبغي صدورها من المؤمنين فيما بينهم فضلا عن الإخوان فيما بينهم الله أعلم شكرا